بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدارس راح نشوف الassignment operator والassignment statement وكذلك achained assignment اول شي خلو نراجع بعض المعلومات وبعض الاشياء اللي شفناها في الassignment قبل زين الassignment statement عندنا شي يسمو طبعا assignment statement والassignment statement هذه دائما تتكون من جزء على اليسار وبعد كذا الoperator الخاص بالassignment وبعد كذا جزء على اليمين الجزء اللي على اليسار هذا دائما يكون دائما يكون مكان للتخزين دائما الassignment operator ياخذ القيمة اللي على اليسار ويضعها في المكان الميموري اللي على عفوا ياخذ القيمة اللي على اليمين ويضعها في الميموري اللي على اليسار زين فإذن هذا دائما يكون variable وهذا أو حتى الالآن اللي شفنا وهذا دائما يكون expression expression زين هذا هي وبينهما الassignment operator فدائما نحسب الexpression وبعد كذا نضعه في الvariable طيب خلنشوف المثال التالي ونشوف بعض المعلومات اللي اضافية حول الassignment operator أفرض أني كتبت لك البرنامج البسيط التالي قلت لك int x y z عرفت لك ثلاثة متغيرات بعد كذا قلت لك x gets y gets z gets one تمام وش راح يصير هنا عندنا في الassignment الآن صار عندنا أكثر من assignment هو سميه changed assignment مثلا ممكن تسميه يعني مترابطة متسلسلة assignment متسلسلة زين وش راح يصير هنا بناء على الفكرة اللي موجودة هنا عندنا زين الassignment operator راح يسوي الشيء التالي مضبوط راح يقول يقول أنا عندي هذا الأول شيء طبعا ناخذ الassignment أول واحد على الإثار يقول لك أنا أبغى أسند القيمة هاللي عندي هنا مضبوط إلى الvariable اللي عندي هنا زين طيب وش القيمة هاللي عندك هنا مضبوط القيمة اللي عندك هنا هي عبارة عن عملية assignment زين فهنا راح ناخذ الجزء هذا ونسنده إلى الجزء هذا ثم بعد ذلك ناخذ قيمة ال-Y ونعطيها ال-X فإذن إذن في عندنا شيء اسمه assignment statement وعندنا شيء اسمه assignment expression فحنا قلنا دائما assignment فيه يصار variable يمين expression هنا عندنا يصار variable طيب هذا الجزء الجزء هذا خلينا حطه باللون ثاني الجزء هذا وش عبارة عنه هذا عبارة عن expression assignment expression هنا إذا بغيت تفهم بالضبط الجافة كيف تتفاهم كيف تتعامل مع الأشياء فهذا يسند قيمة وفي نفس الوقت يعطينا قيمة ال-Y بس بعد ما يسند القيمة أول شيء يسند قيمة لل-Y بعد كده يعطينا قيمة ال-Y شبيه بال-increment وال-decrement operator زي ال-increment operator وال-plus وال-minus كانت إذا جاء مثلا قبل عفوا إذا جاء قبل يغير قيمة ال-barriable بعدين يعطينا القيمة الجديدة فهنا نفس الشي هنا assignment expression assignment operator إذا صار expression في مكان expression فإنه يجي يسوي لنا عملية ال-assignment أول بعد كده يعطينا قيمة ال-barriable اللي سوينا له assignment إذن هي العملية بكل بساطة أنه الكمبيوتر راح يحط 1 في z بعدين يحط القيمة z في y بعدين قيمة y في x هذه بكل بساطة لكن إذا جينا نفهمها بشكل أكثر تفصيل فإننا نقول أنه هذا assignment operator على يمينه expression وعليه صاره variable expression اللي عليه عليه هو عبارة assignment expression مزيلا اللي بالخط الزهري وهذا assignment expression هذا فيه assignment operator ثاني على يمينه expression هنا نحط بالأخضر مثلا وعليه صاره variable زين expression هذا هو نفسه برضه بدوره عبارة عن assignment expression على يمينه expression صغير اللي هو الواحد أو simple expression نحطه فيه وعليه صاره variable زين فإذا هذه تبدأ جافة تفكك بالشكل هذا ثم بعد كده تبدأ من أقصى اليمين في العملية فاتجي تحط الواحد في الزت مضبوط فلو كان عندنا هذه الميموري ونفرض أن هذه هي الميموري قدامنا أو شي طبعا حجزنا ال x وال y و z تمام بعد كده جينا ننفذ هذا البرنامج فجينا حطينا الواحد في الزت هذا هو بعد كده أخذنا قيمة الزت هنا وحطيناها في ال y قيمة z بواحد فحطيناها في ال y فصارت ال y فيها واحد بعد كده أخذنا قيمة ال y وحطيناها في ال x فصار ال x فيها واحد إذن ال assignment operator ممكن يكون في assignment statement أو ممكن يكون في assignment expression على الرغم منهم متشابهين لكن واحد منهم expression لأن يعطينا قيمة بينما assignment statement أو جملة assignment جملة الإسناد ما تعطينا قيمة إذن لو قلت لك حدد لي جملة الإسناد هنا تقول لي هذه هي جملة الإسناد بينما حدد لي assignment expressions الموجودة راح تقول لي أنه والله هذا assignment expression وهذا assignment expression أرجو أني يكون واضح إذا ما أنه إذا ما أنه تضح ذلك بشكل دقيق جدا فعلى الأقل افهم كيف change assignment هذي تشتغل إذا كان عندك x كده 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 في النهاية راح يخذ القيمة ذي حطها في z ثم ياخذ z يحطها في y ثم y في x هذا هو بالضبط اللي يصير في change assignment ولاحظنا طبعا change assignment تختلف عن هنا هذه declaration هذه يعرف ثلاثة متغيرات مرة واحدة هنا يعني هذه جملة واحدة جملة declaration بينما هنا جملة فيها أكثر من expression مرة واحدة